بحضور وزيري الخارجية والدفاع ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة عقد مجلس النواب العراقي جلسته الاستثنائية بأغلبية أعضائه لمناقشة تبعات القصف التركية على محافظة دوهوك شمال البلاد الجلسة شهدت مناقشات مستفيدة لمعطيات الاعتداء التركي ورسم خطوط الرد المستقبلية عليه في هذه الجلسة بصدد قوات التركية المتواجدة داخل الأراضي العراقية فسيلزم مجلس النواب الحكومة العراقية بإخراج هذه القوات أما بالطرق الدبلوماسية أو سيكون للشعب العراقي رأي آخر بإخراج هذه القوات الدبلوماسية العراقية كانت قد استبقت جلسة مجلس النواب بتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي تحمل دلائل تثبت القصف التركي وهي خطوات وصفها بعض النواب بالمهمة لكنها بحاجة إلى تحركات أخرى على مختلف المستويات لإيقاف انتهاكات السيادة المستمرة وضعنا عدة خطط وضعنا بمجلس النواب أن يكون إخراج قوات التركية بشكل كامل من أراضي العراقية وهناك شكاوة دولية ليكون حسم هذا الموضوع التجاوزات لن يكون مستمرة وخطوة آخرى يكون ما بعد هذا إن لم يكن يكون أتصور بالمثل مثل ما يتجاوزون نتجاوز عليها وبمعزل عن التلويح الفصائلي بردود عسكرية يمتلك العراق عدة أوراق مؤثرة للرد منها الورقة الاقتصادية ولسيما التبادل التجاري الذي يقترب من 20 مليار دولار فضلا عن قطاعي السياحة والاستثمار الذين تستفيد منهما تركيا سنويا ملايين الدولارات الخطوات التشريعية التي تعهد بها مجلس النواب العراقي سواء في جلسته الاستثنائية أو في الجلسات المقبلة هي لدعم أي إجراء من قبل السلطة التنفيذية على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية وحماية الحدود وإنهاء التواجد العسكري التركي على الأراضي العراقية حمد الفهد من مجلس النواب العراقي الميادين